باريس فاشن ويك أو أسبوع الموضة بباريس للأزياء الرقية الحدث الأكبر للمهتمين والعاملين بمجال الموضة والأزياء وشهد هالموسم أثناء تقديم مجموعة ربيع وصيف 2020 ظهور التصميم الأفريقية للمرة الأولى مثل العادة خلال هالأسبوع بتدخل دور الأزياء العالمية بمنافسة إبداعية عبر تصوراتها لأجواء وديكورات خيالية لعرض مجموعاتها من ساحة التروكاديرو لقناة سام مارتن ومن مضمار لونشون لسباق الخيل إلى القصر الكبير مرورا بمتحف كاي برانلي سجل هالأسبوع تقلق مجموعة من المصممين العرب على رأسهم جورج حبيئة يلي افتتح الأسبوع بتصاميمه بصالب الطل على برج إيفل ولفت النظر بتصاميمه لهذا العام بالألوان المبهجة مثل الأصفر ودرجات الباستيل والقبعات الكبيرة بالإضافة لوضع الأزهار على الأكمام ببعض التصاميم ولجأ حبيئة لأول مرة لظهور الرجال بين عارضات الأزياء أما المصمم السوري رامي العلي فاعتمد على زهرة الأوركيدا بأغلب تصاميمه لكن اختار أسلوب مختلف لعرض مجموعته وهو وقوف العارضات لالتقاط صور بالفساتين بدلا من المشي على الكاتووك المصمم اللبناني جورج شقرة تفاعل مع الأحداث اللي عم تصير ببلده لبنان من خلال ظهور فريق عمله بنهاية العرض وهن مرتدين خمصان بيضة مطبوع عليها علم لبنان واختار شقرة بعض الألوان لمجموعته ولكن كانت ألوان الأبيض والوردي والأخضر الفاتح وبعض درجات الأزرق السماوي هي الطاغية على أغلب التصاميم الملفت كان تعاقده مع أحد مصممين مجوهرات الشهيرين لتصميم بعض الأكسسوارات كان أبرز قلادة مصنوعة من الزمرد والماس يلي زين رقبة تعاروس العرض لهالموزيم وأعلن أنه راح تنعرضها القلادة للبيع ويخصص جزء من سعره للتبرع لمستشفى سرطان الأطفال ببيروت وتغطية بعض مصاريف الدراسية لطلاب المدارس بتالت أيام أسبوع الموضى ظهرت تصاميم اللبناني زياد نكاد يلي استوحى تصاميمه من جزيرة أتلانتس يلي غمر البحر من حوالي 3000 سنة اعتمد نكاد بتصميماته على عدد من الألوان من هالأزرق بدرجاته المختلفة والدهبي والفضي وأقمشة مختلفة مثل التافتا الدامتيل والأورغانزا وحرص على أنه تكون الألوان متدرجة كأنه المتفرج عم يتطلع على البحر ورح نمر على إيلي صعب الشهير جدا يلي استوحى مجموعتها المرة من المكسيك وتحديدا من القرن التاسع عشر لما كانت بلدان القارة الأمريكية أشبه بمستعمرات أوروبية وكانت بتعيش فيها طبقة من الأرستقراطيين يلي حكموا البلاد لعقود طويلة وختاما المصمم اللبناني زهير مراد يلي قدم حوالي 70 فستان طغى عليهم اللون الدهبي وتزينت العارضات ببروكات شعر دهبية مستوحى من الحضارة الفرعونية اختار المصمم الألوان الخاصة بملكات مصر الأديمة مثل الدهبي اللامع النحاسي الأحمر والأزرق والأحجار المختلفة الممزوجة بالزخارف الفرعونية الملكية المصممين العرب سجلوا حضور لافت بباريس ضمن أسبوع الموضة العالمية ووجهوا الأنظار لتصاميمهم وصاروا علامة واضحة وضرورية ومنتظرة لتحديد خطوط وتوجه الأزياء بكل سنة ترجمة نانسي قنقر